استجابت ليها أو ما استجابتش وإيه رد فعليك يا من الرجالة اللي بيدفعه كتير في النيش خلونا نعرف من رانيا صباح الفل يا رانيا صباح الفل عامل ايه رانيا؟ زي الفل الحمد لله الأول قوليه إزاي جات لك فكرة إن إحنا نستغنى عن النيش مع إني ده حاجة أساسية يعني ما حدش بقدر يتجوز من غير ما يحط النيش لمجرد الزينة لا مش حاجة أساسية خلاص وبعدين أكتر حاجات اللي خليتني بالزاد يعني أول استغنوا عنه إن أنا بالنفسي عندي غقدة من الموضوع ليه بقى؟ لأن أنا من الناس اللي هي ماما زيها زي كل الأمات بتجهزني مثلا من بقالها عشر سنين طب من وحنا أطفال كافية يبقى حطه تحت السرير تحت السرير في قدلية في كل حد فهتلاقيها جايبها حاجات كتير جدا يعني لسه من أسبوع قليل متخانئة أنا وهي على موضوع النيش اللي أنا مش هتجوز بالنيش وهي بقى كان ردي فعليها إيه؟ طب وهي بقى ردي فعليها إيه؟ طب معا متضايقة؟ متضايقة ماشي شوية وهتفك بس مش هعمل حاجة أنا مش مقتنعة بيها احكيلي طيب وجهة نظرك بصي هو الموضوع بس مش نيش بس كل حاجة ملاش لازمة لأن أنا بشوفها عريز بتجيب حاجات ليها والخمس سنين قداني تمام؟ ففكرة إن أنا جيب حاجة مش هستخدمها النهاردة أو حتى بكرة دي مرفوضة تماما إن أنا أجيبها على قدي النيش بقى كنيش هو بالنسبة لي أنا مش شايف له أي استفادة يعني كلنا مفيش بيت هتلاقي بيفتح النيش ده مانطقة محزورة مدقين اه فلاقي هو فيه طاقم يسيني واحد بس ده لو حد بيستخدمه يعني اه لالله حد يقرق من البق انت عارفة فيه مسدس مرفوع هتتسبتينك فلاهو مالوش أي لازمة خاصة إنه في الوقت الحالي الناس كلها بتشتكي من الغان الناس كلها بتشتكي إنه مش عارفين يتجاوزوا الشباب طبعا صعب جدا موضوع الجوائز ف يعني خاليا نستغنى عن الحاجات الملهاش لازمة لو مؤثر قوي في نفسيته ممكن يجبهوا بعدي هل مثلا المغالية اللي انت بتتكلمي عنها دي بتقتصر على فئة معينة ولا انت بتتكلمي على كل الفئات يا جماعة بلاش مصاريف زيادة وخلاص أنا بتكلم على كل الفئات وبالأخص الطبقة اللي هي محدود الدخل يعني لأن الناس دي لما بتيجي تعمل حاجة هم رادي بيبصوا طول بعضه طول الوقت طول الوقت خايفين من كلام بعض من كلام الناس وكده بيبصوا كمان ممكن يعني لو واحدة عاملة فرح مثلا في الفور سيزن تلاقيها بتقول لك اش معنى دي؟ تم انا نفسي عامل فرح زي دي طبعا مش هتعمل زيها بس بتحاول على القد ما تقدر توصل لحاجة من الدرجة دي فلما كله هيقلل قريدي ده هيبقى أسلوب حياة خاصة كمان البساطة في البساطة بتبقى أشياء بكتير من الكراكيب من الحاجات الكتير دي؟ عايز أقولك بشوف كتير في معارض بلاقي موجود لتراويزة السفرة والكراسي ويدوبك حاجة بسيطة كده يعني علشان نبقى شايلين فيها القطم بتاعتنا اللي هي طبعا مش كتير يعني بس حاجة بسيط البوفي برافو عليك ياه مش الحاجة مش لازم معارضهم انا ممكن اجيب فيه واشيل فيه حاجتي زيما مش لازم معارضهم خالص والمودرن يعني متهالين انه الاتجاه دلوقتي على المودرن الجديد بحاجات الموضم بس بيقتنعوا ما بيقتنعوش وده يعني والله وبس هي قدرات مش أكثر تقوليه طيب البنات يعني رد فعلهم هل لقيت استجابة من بنات بنات معايا جدا بنات معايا جدا لسبب من حرطيهم اذا لا اول سبب كمان بالنسبة لهم من التنظيف ان يجدر بيبقى مشكلة صعبة جدا زي دنيا كمان طول الوقت بتبقى شايلة الموضاع على قلبها يمكن تصحن احلى نومة لو سمعت الدرفة بتتفتح الموضاع بيبهدك عارج جدا فبنصدرهم ده راحة زي دي النشياكة وموضة ومش عارفة ايه احنا بنمشوا يا را الموضاع فلو الموضاع ده لو لقى بقى الموضاع خلاص الموضاع هينتهى طب الولاد بقى اللي بيدفعوا في نيش طبعا هم عفتهم اما نفسهم مجبوش حدتهم اما لو عنهم عايزين يوفروا يريد ما تجيبش حاجة خلص يعني هي قضة نوم وكرسين على قد تجيب بات طب لقيت رد في علوم ايه ولا لا في ناس بقى دخلة في الرومانسية لا يا حببتي اللي انت عايزين عايزين يجيب نيش ما فيش الكلام ده خلاص ما فيش الكلام ده ما فيش الكلام ده لا خلاص انت في ايام صعبة الفكرة بس انه الشباب معايا وكل حاجة لان هم مع اي بند توفير مش هيقولولك لأ بس المشكلة ان هم خدوا الموضاع لقلبهم قوي ان حكت نيش ده على العروسة طب احنا فين طب عايز اقولك على حاجة مرة كده وانا صغيرة مرسلة كده صغيرة من يجي عشر سنين رحت قرية كده في المونوفية لقيتهم ما شاء الله بيجيبوا من كل حاجة ثلاثة واربعة والله العظيم انا شفت يعني رحت صورت كده العربيات النص نقل دي بتنقل في حاجات وبعين انا راحة اصلا علشان بيجيبوا مش عارفة ثلاث تلاجات وتلاث تغسلات ويسا بغاية النهار ده اه وفرحانين بقى وماشين يطبلوا فرحية دي القوضة جايك عروسة موضة والموضة عندهم ثلاثة من كل حاجة انتي الناس دي تحديدا تعتقد ان هما ممكن يقتنعوا ان هما يستغنوا عن الارقام دي كلها اه ممكن في حالتين حالة الاولى ان هي تبقى القاعدة عامة فالبنات نفسهم يبتدع حردهم على ان ده خلاص ما بقاش موضة وان ده بقى اولد فاشن والكلام ده كله ان احنا خلاص ما بقاش عندنا حاجة اسمها قرية فالناس اللي فيها بتلبس جلاليب وتمشي وقال لهم فيش الكلام ده الناس بتروح جامعات ومودرني جدا تمام فالبنات نفسهم لو اقتنعوا هيقنعوا اهليهم تاني حاجة ان هو لو في مجالس يعني الحلو في الكرة او في البلاد انه بيبقى ليهم ناس كبيرة بتحكمهم يعني كل من ده هتلاقينا مثلا كبير او شيخ بيسموه شيخ الحارة الكلام ده رسا موجود لغاية النهارة احنا عندنا هنا فكرة ما فيش الكلام ده فمحتاجة تمسيكي واحد واحد في ودنه تقولي له يا ما تعملش يا وعمل ده هناك انت ممكن تمسيكي واحد بس يضمون القرية ينزل خلاص يعملوا قعدة عرب في رجالة البلد ينزل القرار بقرة الصبح وموضوع انتهت يلتزموا البقيت بالزبط في الموضوع هناك اسهل من هنا بكتير طيب انت بتوصلي لهم ازاي يعني ازاي بتوصلي لكل الناس دي شانتعرفيهم بالحمد والحقيقة انه انا مش عارف اوصل لهم لواحد انه هنا مش سبايدر ميل ففيه شباب ابتدوا يعني ابتدى في حد فيه شاب اسمه فادي ده اكلمني انه ازيق قال انه هيلم مجموعة من صحابه ويبتدوا يتعاملوا على الشرقية ينزلوا الكلام ده وينزلوا يعملوا تقارير في الشرق يعني انتي ابتدت يبقى ليكي زي كده دعمين للحمد منصقين بقى منصقين في كل محافظة يتعاملوا اه وانحنا برضو هننزل لهم نعمل لهم افنتات كل فترة بس لازم يكونوا هما قريد يعملوا البنية التحتية انه انا مش هروح اتكلم من قاوده جديد انت لازم تكوننا شرط الموضوع الاول واحنا ننزل بقى نشكر الناس دي طب حلو والله اني بدأ فيه ناس تنضم الحملة اولاد وبنات كمان هما يستعدوكي طب انا عايز اسألك يعني ممكن انيش بل فيه يوفر لنا فعلا مبالغ كبيرة جدا ممكن تفيد في اي حاجة تانية في البيت مصاريف تانية اضع في الايمان لو مش هتصريح لو انتي خلاص ربنا كرمك خالص ويعني انتي الجهازة دي ما تزنقتيش فيها في جنيه اطلع يسافري بيه مثلا يودوكي بوزر المالديف عشر تيام اه المالديف على طول نوفر ونصفر نتفسح والله فيه ناس بتعمل كده يعني تقولك لا فيه ناس بتعمل كده بلاش اعمل فرح غالي واجيب وطبل وزمر ومعادي بتوفر بقى من ايه من الفرح اه ما فكرتش اتوفر من الحاجات اللي ملايش لازم اجاوب اه في حين ان الفرح ممكن بالنسبة لها او بين يعني احنا عندنا مشكلة في الفرح احنا لو قلنا بكرة الصبح بلاها فرح فيه ناس كتير هتعرضنا وانا من الناس اللي مش بحب بلا انه الفرح بالذات ايا كان بقى كبير صغير ليه بحجته وبتبقى فيه ناس مستنياء بيفرق قوي مع الاهالي حتى لو حاجة صغيرة الزكرة يمكن اللي بتفضل ذكرها لعنو سعيد بتفرق قوي مع الاهالي كمان انهما بيبقوا مستنييني اليوم ده بفرغ الصبر فمش هادر اقولك ما فيش فرح بس هادر اقولك مش لازم تعملي فرح يكلفك مبلغ معاين ممكن تعملي حاجة اشيك واقل طب انا عايز تقلك ايه تقني ممكن استغنى عنه غير النيش حاجات كتير من البنود البنود نفسها اللي هوات جواز حاجات اللي هي اللي بتجيبها بعدد بأعداد كبيرة الملايات الكتير الحاجات البنائت عمتا الستاتمنت بتات البنائت تتلاقي فيها مليون بند يتوفر طيب يا رانيا انت نورتين ويا رب في ناس كده تستجيب للحملة بتاعتك ونشوف يعني احنا بنمر اكيد بالظروف اقتصادية ومحتاجين ان احنا نوفر كده كل كل قرش ما نرميهوش في الارض حتى كمان لو ما عندناش ظروف اقتصادية اهو نستفيد احنا بالفلوس مش غلط بالظبط نحتاج الارضة او بكرة خليك اعتواصل معنا اقولنا ايه مدى الاستجابة بتاعت البنات والولاد ونشوف قريب نتائج الحملة منك ان شاء الله رانيا يحية صاحبة حملة بلاها نيش وحاجات ما تلزم نيش واشكرك يا رانيا نور بسينا والحد هنا خالص يومنا النهاردة نشوفكم بكرة على الف خير ان شاء الله وصباح جديد من صباح البلد سلام عليكم